السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه حياكم الله جميعا عندي مكالمات تنتظر تفضل يا ناجي ناجي من ليبي يتفضل السلام عليكم السلام عليكم عندي السؤال الأول بخصوص طبعا زيحة كورونا بعد يبدأ في نسجد نفرين هل المأموم يكون خلط الإمام مباشرة أم حديه يعني يبدأ جنبه وعمعه مسافة مترة يعني إمام ومأموم فقط عالة المأموم يدخل في الإمام بعد يدخل فيها نفرين كيف ما يصلي الراجل زوجته الفعل هذا صحيحا لا على ضعب الوقت جياحة كورونا طيب بالنسبة للسؤال الثاني عندنا مجموعة أشخاص تقول لي السلام عليكم طبعا ما يردش السلام طبعا نحن مشورنا النضوع لأنه في ناس بقصة التأجير قدام الناس يقول لي السلام عليكم ما يردش عليه من يبيه حكم السلام عليكم وش السبب اللي ما يرد هم يقولوا ديرينه زي ما تقول هؤلوم يقولوا هؤلوم أخوان عنده فكر معين ما يبيش رد عليه السلام عنده بحاجة كيفكه طيب يا ناجي سؤال الأخير سؤال هذا كما من قبل أنا بخصوص الدعاء عادة أننا الدعاء دي ما ندعي في الصلاة سؤال راتبة نحاول أني ندعي الدعاتي في الصلاة ما نرفعش أيدي هل هل يرفع الأيدي للدعاء أم نقتصر على الدعاء في سجود في كافة الصروة يعني قصدك في الصلاة ترفع الأيدي يعني سؤالك ناجي رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة يعني ما نرفعش قدام الناس نحاول ندعي داخل الصلاة في حياتي كله هل شرق الرفع الأيدي نفرضنا نستغل نكسم السطرة ندعي في الصلاة وبعدها ندعي في رفع الأيدي في حياتي إن شاء الله يا ناجي أبشر يناجي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك فضلي علي السلام عليكم عليكم السلام حتو الله حياك الله يا علي الشيخ لو سمحت عندي أربعة السلام فضل سؤال الأول نسمع من بعض العلماء يعني ينبه ويحضر من إسماء إلى شيخ آخر يعني بسبب فكرة أو بدعة نحن كمستمعين يعني وعوام ما اللي أعمل من هذا التحذير شان شان سؤال الثاني ما حكم صلاة من تذكر من غير على غير الثهارة يعني هل أكمل أو أفتع الصلاة شان شان سؤال الثاني بالنسبة للأخذ بالسار هل ما حكم يعني بالأخذ بالسار شان هل كانوا في زمن معحيا ولا عند لا طيب أبشر سؤال الرابع بالنسبة بص ها بالنسبة لصورة الكافرون هل لها فضل عند قراءتها قبل النوم شان علي مشكور بارك الله أهلا وسهلا تفضلي يا صفية السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله جزاك الله في هذا برنامج الله يحفظ الحمد لله كان عندي أسئلة ثلاثة أسئلة تفضلي سؤالي أول عايزة على شغل سوبر ماركت هنا في إيروبا سوبر ماركت يبيع القنزير وخامر آلكل نعم كيف يكون الشغل إذا واحد اشتغل على هذا السوبر ماركت يكون على الأوحار إن شاء الله سؤال الثاني شغل ما استشفى على مردة ما تقدر على الرجال ولا النساء زي كذا يعني كيف يكون إذا خشفت الرجال هي تشتغل في مستشفى ها في مستشفى شغل ممردة نعم كيف تكشف على الرجال إذا خشفت على الرجال كذا بيكون شغل حرام أو حلال طي سؤال الممردة شغل على المستشفى سؤال الثالث إذا واحد مردة بتشتغل في مردة أثناء إذا لمست بكم توجه يد بس كيف يكون شغل يعني حرار أو حلال لمست يد المريب ها نعم طي مردة أثناء المردة طي سؤال آخر صفية سؤال آخر عنده في شغل المدرسة برضو الشغل هو سؤالي في مدرسة وقت الشغل عندهم وقت الميوزيك ونجلس معهم ما نقدر نقول ما نجلس معهم يعني يعني تذهب إليه في البيوت نعم في مدرسة أيوة عندهم في المدرسة عندهم وقت الميوزيك أطفال يعني عندهم أطفال في المنزل مدرسة في المدرسة طيب نحن بنشتغل مساعدة مدرسة مساعدة مدرسة تشتغلين في المدرسة تجلسين مع الأطفال هؤلاء أيوة وقت يكون عندهم برنامج وغنيات كده برنامج إيش عندهم برنامج ميوزيك ميوزيك ها أيوة 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 يعني أحيانا بيدربوا يعني ميوزيك معهم نشوفهم كده أيوة كيف يكون شغلوا يعني إن شاء الله يا صفي أحيانا كما في وقت ليكون كارثمات ولا يكون عندهم فيستيبال وضح السؤال وضحت الفكرة في سؤال آخر يا صفي أهلا وسهلا نحياكم الله تفضل معبد الله السلام عليكم عليكم السلام أهت الله مرحب أختي الله أعطيك العافية فيه أنا سمعتك في حلقة الناضية أي يقول أن الكبارات اليمين ما تدفع فلوس أنا أعطيتها الجمعية لن أعرف أحد إن شاء الله ندري هذا فعلي صحيح أم لا إن شاء الله فيه وحدة تعبانة أي الله يشكي ما تقدر الله يكرم تحكم في طول رخاصة وهي نائمة فما أدري هي بل حين تصوم تعبانة كده فما تدري ما تدري هو صيامها صحيح ولا لا علشانها هي وهي نائمة ما تقدر تتحكم هي في أنت تسألين أختم عبدالعان صلاة ولا عن صيامها هي تسأل لا هي صلاة هي طائحة ما عندها هي العزة الصاحية ما بي مشكلة بس إنها هي وهي نائمة تقول ما تقدر تتحكم في نفس كده وحسن ما تأخذ حاجات وكده بس تقول ما تتبري عن صيامها صحيح ولا لا عبدالله سامحيني أنا ما فهمت يعني كيف وهي نائمة ما تتحكم بتشرب تأكل ولا كيف يعني ما هي نائمة بس إنها تتحكم يعني ما تقدر تتحكم ما تصحى لو يطال يعني 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 سامحيني عبدالله هي الآن تقولين أنها تنام بسبب أنها مريضة وما تصحي يعني يروح عليها اليوم كامل هو نائمة هذا قصدك لا لا ها هي تقوم في الصلاة الحمد لله يعني بس إنها تنام في النهار هي صايمة طيب يعني في الأوقات التي ما تقوم في الصلاة يعني بعد صلاة الفجر وكذا بس إنها تقوم تبللت يعني يعني احتلم ما تحتلم لا لا ما هو حلم حلم لا لا هذا تتبول على نفسها أيوة يعني عندها مرض إشكالية في قضية التبول ما تتحكم بنفسها أيوة وش علاقة هذا بالصيام الله يرضى عليك ما العلاقة بالصيام ما أدري عنها هي تبغى تسأل هي ها إن شاء الله يم عبدالله تسمعين الجواب الله حفظك مرحبا مرحبا فضل يا حماد حماد تفضل يا حماد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله الله يسلام عليك الشيخي أنا بعثت لك لسارع الواتف بس يبقى تفضل أخي مدام الحمد اللي حصلت خطة تفضل الآن سيد الكريم أنا الوائد توفى وكان هو يتشتغل بالدولة الوالدة بعدما توفى الوالد صارت الدولة تعطيها راتي من راتب والدي بشارط أنه ما تتجوز ولكن بعد خوالي سنة تدوجت وهالستي ولكن خلت العقد سرري يعني ما سجلت بالدولة وظلت تاخد راتب والدي من الدولة وبعد خمسة شهر توفيت الوالدة ورغم أنه كنت رافض هذا الموضوع ووضحت لأن هذا شيء حرام وما بجود نعم هلأ أنا بدي خاول ساعدك شو بدي ساعد وارس طيب والنسبة عندك عندك خواتي حماد حماد عندك خوات لا 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 أنا أنا لا عندي لأكوات الوحيد أنت وحيد طيب والراتب محفوظ عند الوالدة يعني في حسابها الآن صرفتهم هي وجودة صرفتهم طيب يا حماد طيب معي السؤال تاني تفضل على نفس هذا الموضوع أنا من وقت كنت صغير الوالد والوالدة كتبولي كل الأملاك بإسمي يعني كنت صاروا رسميا بإسمه لألي طيب أنا الوالد الوحيد لألهم طيب طيب هلأ هي وقت وفت بس هي اتزوجت قبل قبل ما اتزوجت كانت متزوجة بهالحالة موضوع التركة تركت شوية مصاري ذهب وأنا عطيت حسطة للزنم عطيت زوجها نصيبه نصيبه من الذهب بالمصاري كامل ما نقص شيء مثل ما الشرع قال النصف يعني عطيت النصف يعني زوج أمك طيب طيب يا حماد شكرا كثير أهلا وسهلا ومرحبا فضل عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ إذا قصبه في المسا يجود ولا ممعد إن شاء الله عبدالله السؤال الثاني بخصوص الخير والشرع كل شيء مقدر ومكتوب مثلا في البيع في التنازل في الشرع وكيه الإنسان يكون راضي بالأمور هذه إن شاء الله عبدالله مرحبا مرحبا فضلي مخليفة السلام عليكم عليكم السلام عبدالله عندي سائل الشيخ فضلي الوالدة اللي احفظها رحت عند مستور وشوف عليها شاف شعارها إي كانت مريضة يسولها زي كشية في راسها وهي مرة يعني خايف إنه حرام عليها أو لا شاف شعارها شعار يا مخليفة السؤال الثاني أني عندي سؤال ثاني اي تفضلي آآ أني بأكتني سلاة الفجر يوم كنت بأصلي سلاة الفجر جتني الدورة نعم يعني بعد ما دخل بعد ما دخل الوقت جتك الدورة نزلت عليكي أي وكنت بأصلي الفجر لي كنت مخر السؤال الفجر طيب سؤال آخر يا مخليفة يعني إذا غسيت من ذا صلي أو لا شاء الله تسمعين الجواب وده سؤال سؤال كمان شعندك أيوة هل يعني واجب علينا إذا توضينا نقول بسم الله من الضرور يعني طيب أبشري ذات مرحبا مرحبا خليفة تفضلي أمو محمد السلام عليكم رحمة الله عليكم السلام تبركاته كيف حالك مرحب أختي عندي سألية لنفس تفضلي السأل الأول أنا أصلي يا شيخ صلاة الوضو أقول لك صلاة الوضو أصلي أصلي بعد ما بين المغرب والعشاء اللي الله يسره ركعتين أو أربع وأصلي بعد الفجر يمكن وعشر دقايق كده ركعتين وأصلي بعد العشاء أربع وأخر الوتر لين آخر الليل وأصلي 11 وأبغاك توضيح لي أكثر الله يساك يعني ميت وقتها بالتحديد أنا سمعتها معاكم اللي بعد المغرب واللي ما بين العشاء والمغرب اللي بعد الفجر إن شاء الله أبشري يا محمد أبشري الله يحفظ أباك سأل ثاني أيوة أنا دعت عنفسي يا شيخ أيوة دعت عنفسي ولدي قلت له لديت عليه وركب سماعة حد الجوال ما استمعني معا أني وصيت عليه أول ما يؤذن تقوم تأخذ أبوك ترحب المثل أن أبوه مقعد وهو يحب على طوب ما هي عصاني بس ما أسمعني معا ما ناديته قلت لما قام ما أتأخر بقلت له إن شاء الله إني لأكسر هذا الجوال وإن الله يصلط عليك إن شاء الله أكسر الجوال إن شاء الله إني لأكسر هذا الجوال وإذا ما كسرته الله يسلط علي الله يسلط علي معني محلة طيب يا محمد طيب الله يحكى الله مرحب أختي مرحب أهل أضلي ناصر السلام عليك يا شيخ السلام ورحمة الله شيخ عندي سؤال في واحد من الشيبان على أيام البنوك القديمة كانت عنده ودايع في البن وتعرف البنوك القديمة ما كان فيها بنوك سلامي نعم والفائض من الربع شله وعزله وعطاه الحارس اللي على الباب هذا ما باب ما الحرام فشو حكم الحارس اللي خذ الفلوس هذه هل تحل له يستخدمها على باب البنك نعم أبشر يا ناصر مرحبا مرحبا فاضل أبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إذا اتكرمت الله يرحمني والديك بالنسبة للحديث اللي قال في الرسول أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها اللذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وكذلك إذا أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أريد من فضيتك شرح هذا الحديث الله يرحمني والديك أبشري أبو علي شكرا يا شيخ شكرا مرحبا تفضل أمو محمد السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ بارك يا شيخ مرحبا بخير ونعمة يا شيخ عندي بس موضوع أريد أن أستفسر فيه تفضل صرت أنا يا شيخ حاليا أنا متقاعد بس ما ينطبق عليه قادم التقاعد فراتب التقاعد يحتاج لوقت صرت يا شيخ الحين كل شهر أستمي الشهر أن أحد من أولادي يعطيني بس ما أحد يعطيني يعني فصرت متحسسة منهم فأخاف أني يشل قلبي عليهم يوم أقول لهم شيء يعايروني بطقري أني أنا صرت بطقيرة أني أنا أتطالع في الوسم أني أنا أخذ في الوسم أني أنا شحاتة فحست علي نفسي بالشيء هذا قلبي ما يبغي يشل عليهم بس فعلا أنا قلبي شال بس أنا صرت محتاجة وأنتي محتاجة يعني واقعيا محتاجة أنا محتاجة وعيالكم موظفين هذول الحمد لله لك يا رب وضيفهم طيبة وزينة الحمد لله لك طيب طيب استكتروا علي الفلوس أي الله يهدينوا إياهم يا رب وأنا ما أبغي يعني أضرهم أقول هذا أرزقهم هذا أكعبهم بس قلبي وايد شان الله المستعن وأنا أحبهم بس ما أبغي قلبي يشل عليهم متزوجين ولا أعزبية متزوجين وعندهم أولاد وهذا اللي يخليني شوية نساكتة كم عددهم الله يصرحهم ثلاثة يشتغلوا واحد مزوج طيب يا محمد أنا خاطرينهم يروح وياكلوا ويشربوا ويعطوا ويصفرهم وأنا ما أحسلش أبشر يا أختي يعني يعايروني حتى بلابسي الله يهديهم يا رب الله يهديهم تسمعين الجواب أنا ما أبغي نصيحة لهم دكتور أنا أبغي نصيحة لأنا عشان ما أشلب قلبي إليهم إن شاء الله يا محمد إن شاء الله إزاك الله خير مرحبا مرحبا فضل يا فاطمة فاطمة يا فاطمة من السعودية طيب طيب بارك الله في الجميع أسألة اليوم عندي الأخ ناجي بارك الله فيه من من ليبي يقول بالنسبة للوضع الحالي يقول أحيانا في المسجد لا يصلي إلا الإمام وشخص واحد فقط يقول كيف يقف المأموم هل يقف خلف الإمام أم عن يمين الإمام أم ماذا يفعل أخي ناجي بارك الله فيك بالنسبة للمأموم إذا كان واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام يصلي عن يمين الإمام ولا يجوز له أن يصلي خلف الإمام فإذا صلى خلف الإمام مباشرة بطلت صلاته وإنما يصلي عن يمين الإمام و يلتزم الاحترازات الصحية بحيث يجعل مسافة بينه وبين الإمام وهذا التباعد الذي بينه وبين الإمام فرضته الضرورة والحاجة و لذلك يكون عن يمين الإمام فإذا جاء مأموم آخر رجع إذا جاء مأموم آخر ينبهه ثم يرجع و يصفون خلف الإمام بارك الله فيك ناجي يقول هناك بعض الأشخاص إذا سلمت عليهم يقول لا يردون السلام بسبب يعني يقولون بأنك من توجه معين أو تنتمي إلى جماعة معينة ما حكم ذلك أخي ناجي بارك الله فيك طبعا الأصل أن ما بين المسلمين من وشيجة الأخوة الإيمانية والإسلامية ما يفرض مثل هذا النوع من التعامل بحيث من جملة ذلك السلام فالسلام تحية أهل الإسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على المسلمين و يدعو إلى السلام على الآخرين بل جعل من حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيته فسلم عليه و كان عليه الصلاة والسلام يقول أفش السلام و إفشاء السلام يعني السلام بكثرة بحيث أنك تسلم على من لقيت من من تعرف أو من من لا تعرف و لذلك السلام ابتداؤه سنة و رده واجب فإذا سلمت مثلا فيجب على الآخرين أن يردوا أن يردوا عليك و لا يجوز لمسلم أن يقول و الله هذا ما دام أنه من المذهب الفلاني أو من الطائفة الفلانية أو من الجماعة الفلانية لا أرد عليه هذا غير صحيح مسألة عدم الرد هذا يحتاج إلى ولي أمر يحتاج إلى مفتي يحتاج إلى إنسان متبع بحيث أنه يفتي بهجر فلان بترك السلام عليه مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك الذين جاء ذكرهم في القرآن و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هؤلاء من جملة العقوبة ترك السلام عليهم من جملة العقوبة الهجر و من جملة ذلك أن لا يسلم عليهم فبقي المسلمون خمسين يوما لا يسلمون عليهم حتى نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجلس فيه خليط من المسلمين و المشركين فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم و كان يمر إذا مر على المنافقين سلم عليهم فكان يجري عليهم أحكام الإسلام و لذلك ينبغي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل أما إذا والله أصدر المفت العام أصدر ولي الأمر قال مثلا الذي ينتمي إلى هذه الطائفة أو الذي لا تسلمون عليه نعم يلتزم الناس أما اجتهادات فردية ما الذي ينفع الآن إذا ما رديت السلام على أخيك أو ما سلمت عليه السلام هذا يحمل شعار السلام و الله تعالى من أسمائه السلام و الجنة دار السلام و الملائكة حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون سلام عليكم الأنبياء يسلمون قال إبراهيم سلام النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى إفشاء السلام و الإكثار منه فلا بد أن يكون لدينا فقه في التعامل مع هذه القضايا و أن لا نكون بمثل هذه الصورة الفجة فإذا كان عند الإنسان بدعة عملية عنده بدعة حتى لو كانت من في الجانب العلمي لكن عدم السلام عليه قد يزيد من شره قد يزيد من بدعته قد يفرق المسلمين لا ما ينبغي يجب أن يكون عندنا فقه في التعامل مع هذه الأشياء و المرجع النبي عليه الصلاة والسلام و سيرته كان في المدينة جناس من المشركين المنافقين مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري السلام على اليهود لما أتوا و قالوا السلام عليكم قالوا و عليكم قالوا و عليكم كان بعض الصحابة يرد السلام على اليهود يقولوا و عليكم السلام و هذه مسألة مبحوثة فعلى الناس أن يرجعوا إلى العلمة يرجعوا إلى الألمة و لا ينفردوا بمثل هذه الأراء و أنصح الشباب بارك الله فيهم أن لا يختطفوا بعض النصوص من الكتب اختطاف من سياق معين يوظفون توظيف في واقعهم الشريعة من مقاصدها العظيمة الدعوة إلى الاجتماع و الاعتلاف و نبذ الفرقة و الخلاف أحيانا قد يقول مثلا لإمام الشافعي كلمة فلان أهجره هذا الشافعي هذا الشافعي كما يقول العوامة الكلمة ما تنزل الأرض هو الناس كلهم يحترمون الإمام أحمد رحمة الله إذا قال هذا فلان لا تسلمون عليه هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة الإمام مالك رحمة الله عليه أبو حنيفة مثلا سفيان الثوري هؤلاء الجهابذ العمالقة اللي الناس تشرب بالأعناقهم إليهم و ينظرون إليهم و كلمتهم تؤثر في أهل البدع و أهل الفسق و المخالفين من باب الزجر هم لا يريدون الفرقة لكن من باب تأديبهم إذا ترك الناس السلام عليهم تأدبوا لكن يأتي شخص عادي من جملة الناس يقول لا تردوا على فلان ما الذي يستفيدهم إلا زيادة في الانقسام انقسام على الانقسام و زيادة في التشرذم و إذا كان هناك من نصيح يهدي إليه النصيح و يقول له يعني انتبه لا تذهب بالمذهب الفلاني و لا الطريقة الفلانية و لا تنظوي تحت جماعة أو حزب أو شيء ينصح و يقدم لها النصيح بارك الله في الجميع ناجي يقول بالنسبة للدعاء في الصلاة يقول يعني يحب الإنسان أن يدعو في الصلاة بحيث أنه لا يعني يبعد الرياء عنه لكن خارج الصلاة و أحيانا مثلا إذا يعني رفع يديه في الصلاة أو خارج الصلاة ناجي بارك الله فيك بالنسبة للصلاة ليس فيها رفع لليدين مطلقا في مسألة الدعاء إلا في حالة دعاء القنوت في ركعة الوتر فالأيدي في الصلاة في موضع الدعاء لا ترفع فأنت الآن إذا قلت سمع الله لمن حمد تقول هكذا ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إما أن تقبض و إما أن تسدل حمدا كثيرا طيبا فارك و لا يجوز للإنسان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا و لك الحمد حمدا هذا هذه بدعة ليش بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها و لأن الصحابة ما فعلوها و النبي عليه الصلاة و السلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي في القنوت فقط لما يرفع الإنسان من القنوت يرفع يديه اللهم اهدني في من هديت عفوا في الوتر في ركعة الوتر لما يرفع و يريد القنوت بعد الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت و هكذا بارك الله فيك بعد الصلاة ما في رفع للأيدي لأن في ذكر بعد الصلاة خارج الصلاة نعم ما بين الأذان والإقامة ترفع يديك مثلا تدعو الله عز وجل في أي موطن من المواطن تدعو الله عز وجل فتنبه لهذا بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول أسمع بعض العلماء يحذر من السماع من أحد المشايخ أو العلماء يقول ماذا نفعل نحن كعوام علي بارك الله فيك إذا كان هذا العالم من علماء أهل السنة ومن أصوله في التلقي والاستدلال والفهم والأخذ هو أصول السلف الصالح اللي لهم ارتباط بالقرآن والسنة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم وهم من المشهود لهم بمتانة الدين والعلم والورع وتقوى الله عز وجل نعم يؤخذ بقول إذا قال لك لا تستمعوا لفلان اسمعوا لهذا العالم مدام أنه مؤتمن تمنه الناس على الدين وعلى العلم ورجل يبغي الخير للناس لذلك الله عز وجل في كتابه العزيز قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال النبي عليه الصلاة والسلام كما فصيه لعائشة رضي الله عنه أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم فاحذروهم ولذلك العالم هو صمام أمال لهذه الأمة ما فائدة العالم إذا ما حذر من أهل الشر والبدع وأهل الفساد والذين يلبسون على الناس دينهم ما فائدة العالم ما يمكن أبدا أن يكون عالم إذا لم يحذر من أهل البدع والشر فمدام أنه عالم يعني رسخت أقدامه في العلم وشابت لعاه في العلم وعنده من الورع وتقوى الله بحيث تمنعه تحجبه عن الظلم والافتراء فهذا يتبع يا علي بارك الله فيك إذا قال لك لا تستمعون إلى فلان سمعا وطاعة سمعا وطاعة لماذا؟ لأنه أمين على الناس وحريص على هدايتهم وخائف عليهم من الانزلاق في طرق الشر والبدع والفساد أما إذا كان شخص عادي من الأشخاص العاديين وبينه بين أحد أقرانه شيء من التنافس لا هذا ما يلتفت إلى قوله فإن كلام الأقران يطوى ولا يروى كلام الأقران يطوى ولا يروى إلا إذا والله ظهر من الثاني بدعة مثلا من البدعة العظيمة أو مثلا يلبس على الناس دينهم وينشر الفساد مثلا أو يسهل للناس بعض المحرمات والعياذ بالله هذا يحذر هذا يدرك أصلا ما يحتاج إلى عالم لكن إذا كان من العلماء الأتقية الأنقية وتقول والله أنا عامي أنا ما عندي قدرة على أني أبحث لا استمع لهذا العالم بارك الله فيك و رضي عنك علي يسأل يقول ما حكم صلاة من تذكر فيما بعد بأنه على غير طهارة علي بارك الله فيك من تذكر صلاة صلاها بغير طهارة ولو بعد حين ولو بعد زمن وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد أن يتطهر ذلك أن من شروط صحة الصلاة الوضوء قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى ولذلك الإنسان لو بعد عشر سنوات لاحظ أنا أبالغ لكن من باب تأكيد الحكم لو بعد عشر سنوات تذكر أن في صلاة صلاها من غير طهارة يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أما إذا تذكر صلاة صلاها على طهارة لكن كان عليه نجاسة صلاة صحيحة ما يعيدها نجاسة في بدنه أو في ثوبه مثلا يعني أو بقعته نسيها نسيها وما علم بها أو ما علم بها إلا بعد الصلاة هذا لا يعيد ولذلك القاعدة الشرعية أن من صلى بنجاسة لا يعلمها في بدنه أو ثوبه أو بقعته يعني محل الصلاة وما علم بها إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد ومن تذكر أنه صلى بغير طهارة فإنه يجب علي أن يعيد هذه الصلاة ولو بعد حين علي يسأل عن مسألة الأخذ بالثأر يقول هل هذه يعني مشروعة ولمن؟ علي بارك الله فيه كان الثأر موجود في الجاهلية وكان الثأر يقوم على الظلم والعياذ بالله حتى إنهم يأخذون البريء بجريرة الجاني فيأتون مثلا الجاني يهرب فيثأرون منه بقتل أخيه أو أبيه أو ابنه أو زوجته مثلا وهذا ظلم فاضح ولذلك الإسلام أبطل مثل هذا النوع من الثأرات ما عندنا شيء اسمه ثأرات وإنما عندنا الحدود والأحكام الشرعية هذه فجاءت الشريعة ولله الحمد وضربت على الناس طوق من الأمن والأمان بتشريع هذه الحدود فالقاتل في الشريعة على نوعين إما قاتل قتل عمد أو قتل خطأ وبعض العلماء يقسم إلى ثلاث أقسام عمد وشبع عمد والخطأ وكل واحد له أحكامه فما يجوز لأحد والله يأتي لشخص قتل فهرب أن يقتل زوجته أو ابنه أو والده أو أمه أو أخيه مثلا هذا محرم ولا يجوز وإنما يقتل القاتل وليس كل قاتل عمد يقتل وإنما قد يعفى عنه يطربون الدية مثلا يطربون الدية ولذلك ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه الثأر الثأر الجاهل هذا المبني على الظلم المبني على الاعتداء المبني على أخذ البريء بجريرة الجاني هذا كله مما حرمته الشريعة ولذلك التحاكم فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله في حياته إلى شخصه وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم عالي يسأل عن سورة الكافرون يقول هل لها فضيلة الجواب نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وأن تكون يعني آخر ما يقرأه الإنسان فمن نام عليها فهي براءة من الشرك من قرأ قل يا أيها الكافرون وجعلها آخر كلامه يعني قبل النوم فهي براءة من الشرك صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صفية من السويد بارك الله فيها تقول شخص إذا كان يشتغل في متجر قال السوبرماركت متجر وهذا المتجر يبيع الخنزير والخمر تقول ما حكم عمله وكيف يتعامل صفية بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يختار الوظائف والحرف والمهن الشريفة وأن يبتعد عن الحرف والمهن الوضيعة والحرف الوضيعة على نوعين حرف محرمة وحرف مكروهة أما المحرمة فهو أن يبيع الخمر والخنزير ويبيع مثلا المخدرات يعني يتعامل بمثل هذا الشيء هذه محرمة ولا يجوز وحرف مكروهة هي الحرف التي فيها امتهان وابتذال ويعني نوع من فيها يعني يتلبس المسلم بالنجاسات أو مثلا وظيفة تورثه قسوة في القلب مثلا كثرة رؤية الدماء وشيء منها كما نص على ذلك الفقهة وأما الحرف الشريفة فهي الحرف التي لا شبهة فيها بحال من الأحوال بالنسبة لما سألت عنه أو لمن سألت عنه هو يتعامل في محل خلط عملا صالحا وآخر سيء خلط بيعا صحيحا وبيعا محرمة فإذا كان هو مضطر إلى هذا العمل وليس له سبيل إلا أن يعمل في هذا المتجر فإنه يطلب القسم الذي ليس فيه مثل هذه المحرمات ويبتعد عن هذه الأشياء فإذا أبوا وقالوا لا بد أن تباشر لأن عمل المتجر واحد فانصحيه يخرج من هذا المتجر بعد أن يبحث عن عمل آخر يأكل منه لقم حلال بارك الله فيك وإذا صدق في طلبه وسعيه وعلم الله عز وجل صدق نيته وأنه يريد الحلال سيوفق بإذن الله جل وعلا صفية تسأل عن ممرضة تقول يعني أحيانا تشتغل طبعا في المستشفى وتكشف على الرجال تقول يعني ما الحكم وما مدى مسألة الكشف على الرجال وهل الممرضة أيضا إذا كانت تشتغل في عيادة أسنان إذا لمست يد المريض هل عليها شيء صفية بارك الله فيك أولا بالنسبة لحرفة ومهنة وظيفة التمريض من الحرف الطيبة والتي ينال المسلم فيها الأجر والثواب العظيم لما تشتمل عليه من تسكين آلام المرضى والتهوين عليهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ولذلك أنا أدعو كل أخ أو أخت من من يمتهنون مهنة التمريض أن يستحضروا النية الطيبة استحضروا النية ليست القضية قضية فقط راتب يأخذونه في آخر الشهر وإنما فيها مهنة التمريض فيها رحمة وفيها عطف وفيها حنان وفيها يعني فيها شيء من تخفيف الآلام والأوجاع عن هؤلاء المرضى خاصة الذين لا يرافقهم أحد فالممرض والممرضة يقومان بدور عظيم في هذا ويؤجران أجرا عظيما متى ما إن استحضروا النية وأصلحوا الطوية ويعني نظروا إلى مثل هذا الجانب الإنساني الذي جاءت به شريعتنا ولله الحمد حتى ولو كان مع غير المسلمين من المستأمنين والمعاهدين والمعاهدين يعني والذميين كما نص على ذلك أهل العلم الأمر الثاني الأصل أن المرأة تباشر التمريض مع النساء هذا هو الأصل ولا تباشره مع الرجال وإنما تباشره مع النساء كما أن الرجل يباشر التمريض مع الرجال ولا يباشره مع النساء المسألة الثالثة إذا اضطرت المرأة وأجبرت على مثل هذا العمل واضطر الرجل وأجبر على مثل هذا العمل فيجب عليهم أن يلتزموا بقواعد الشرع وبضوابطه في مسألة النظر إلى المريض فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المريض ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المريضة بل إن المرأة كلها عورة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يلبس القفازين وتلبس القفازين فإذا جاء مثلا في المرأة لا ينظر إلى أي جزء من أجزائها وإذا جاء بالنسبة للمرأة لا تنظر أيضا للرجل خاصة العورة المغلضة لكن تباشر مثلا الأشياء البدنية الأخرى بالنسبة للمس المرأة للرجل الأجنبي ولمس الرجل للمرأة الأجنبية فيما يتعلق بالطهارة والوضوء الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض فلو أن مرأة سواء في عيادة أسنان أو في أي عيادة أخرى أو في مسألة يعدل الإسعافات أو شيء من هذا القبيل لمست بدن رجل وهي متوضئة فإن وضوءها صحيح بارك الله فيك ولا ينتقض هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم صفية تقول نحن نشتغل في مدرسة وهذه المدرسة من جملة العمل أن نجلس معها أولاء الأولاد والأولاد يكون عندهم حصة معازف أو موسيقى وأحيانا نضطر للبقاء معهم لأجل مسألة التدريب معهم صفية بارك الله فيك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بالحرف الشريفة والحرف الوضيعة والإنسان ينبغي له أن يختار الحرف الطيبة ويسعى في ذلك المسألة الأخرى إذا كنت أنت غير متخصصة بهذا مثلا أنت غير متخصصة بمادة الموسيقى أو تخصصك آخر تطربين بأن يطبق القانون معك وأنه لا تلزمين بالجلوس مع هؤلاء الأولاد خاصة وأنت تعتقدين حرمة هذا الشيء ولا تريدين مثلا فأنت تطربين بأن تلتزمين بالقانون والنظام الذي يفرض على أن كل معلمة تلتزم تخصصها أنت غير متخصصة في هذا إذا أجبرت على مثل هذا وما لك سبيل ولا لك طريق إلا هذا وأنت لو رفضت ممكن يترتب عليك فصل أو شيء من هذا القبيل ممكن تبقي لكنك تحاولين قدر المستطاع أنك لا تستمعين لأنه في فرق بين السماع والاستماع السماع هو أن يمر أصوات المعازف وهكذا من دون أما الاستماع لهو الطلب السماع وهذا طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوت مزمار فأدخل النبي سلم أصبعيه في أذنيه وكان يقول ابن عمر تسمع ذهب شيء كان ابن عمر يسمع ولا يستمع يسمع ولا يستمع ولو كان السماع حرام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أسبوعيه في أذنيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يخبره بانقطاع هذا الصوت بارك الله فيك يا صفية أم عبد الله من السعودية تسأل تقول في حلقة ماضية سمعتك تتكلم على مسألة كفارة اليمين وأنها لا تخرج نقود وإنما تخرج طعام تقول أنا وديت للجمعية نقود كيف أفعل الآن فعلت الصحيح يا أم عبد الله لأنك أنت وكلت الجمعية والجمعية سيأخذونها منك ويوزعونها طعام لأن الفتوى في السعودية على أنها تخرج طعام و لذلك الجمعيات الخيرية الموجودة هناك و لله الحمد تلتزم الفتوى و هي تخرجها طعام أنت طبيعي أنك عطيته الآن لو رحت إلى المتجر أو رحت إلى الجمعية أو شيء ستشترين الطعام بنقود فأنت فقط وكلت الجمعية فالجمعية قامت يعني مقامك في شراء الطعام و هم يقومون بهذا مشكورين فاطمئني يا أم عبد الله بارك الله فيك أم عبد الله تقول وحدة تعبانة و مريضة تقول يعني لما تنام ما تستطيع تتحكم بنفسها و تتبول تقول يعني ما حكم صيامة في مثل هذه الحالة أم عبد الله بارك الله فيك ليس من مفسدات الطعام عفوا ليس من مفسدات الصيام البول أو الغائط أو شيء هذا ما العلاقة بالصيام بارك الله فيك هذا من نواقض الوضو هذا من نواقض الوضو في رمضان الناس ما يكرمكم الله جميعا ما تذهب للحمامات و تقضي الحاجة تذهب و هي صايمة و هي صايمة ما العلاقة يا أخت الفاضل الله يرضى عليك فإذا كانت المرأة تعبانة و مريضة و هي صايمة و ما تتحكم بنفسها و يخرج من السبيلين أو من أحدهم ما حلق شيء صحوه ما صحوه و لله الحمد أهم شيء أن تقوم للصلاة و إذا قامت للصلاة أزالت النجاسة هذه تزيلها و تتنظف و تصلي بارك الله فيك حماد من هولندا بارك الله فيه يقول الوالد توفي و عنده يعني راتب تقاعدي من الدولة يقول كان يصرف لي الوالدة الوالدة طبعا تزوجت بعد كم شهر من وفاة الوالد و كان العقد بينها و بين زوجها الثاني سري لأجل أن يبقى الراتب التقاعدي يجري عليها يقول توفيت الوالدة و كنت أنا رافض و معترض على مثل هذا الأمر يقول ماذا أفعل الآن حتى يعني حتى يعني تكون الوالدة قد تخلصت من هذا الأمر أخوي يحمد بارك الله فيك لا شك بأن الوالدة قد أخطأت رحمها الله و غفر لها أخطأت خطأا كبيرا لأن الراتب التقاعدي هذا هذا ليس تركة هذا يرجع فيه إلى قانون البلد و لذلك القوانين في غالب الدول على أن الراتب التقاعد يعطى الزوجة ما لم تتزوج و يعطى البنات ما لم يتزوجنا و يعطى الأولاد الذين لم يبلغوا بعد لم يبلغوا فإذا بلغوا خلاص انقطع عنهم النسبة الآن والدتك رحمة الله عليه هي الوحيدة التي كانت تأخذ الراتب التقاعدي لكن تزوجت و هي تعلم بأن لو عقدت لو سلمت العقد قطعوا عنها فأخذت هذا بغير وجهك و زوجها الثاني أعانها على مثل هذا الأمر المحرم أخوي الفاضل بارك الله فيك طبعا أنت ليس عليك شيء إذا والله تقول أنا الحمد لله في عافية و في خير و غنى و عندي القدرة الكاملة أنني أدفع هذه الأشياء بارك الله فيك حاول أن تخرج يعني شيء من هذه الأمور خاصة إذا كان عندك تركة الوالدة أنت الآن تقول بأن الوالدة توفيت في سؤالك الثاني من هذه التركة بارك الله فيك اقتطع مبلغ و حاول أن تخرجه على الفقراء و المساكين يعني في مقابل الرواتب التي أخذتها الوالدة في مقابل الرواتب التي أخذتها الوالدة لأنه في الغالب مثل هذه الجهات الحكومية لا تقبل مثل هذه المبالغ فأنت اقتطع من تركتها أنت سلمت الآن تقول النصف لزوجها من تركتها تقتطع وتخرج للفقراء و المساكين بهذه النية وتؤجر على هذا يا حماد بارك الله فيك حماد يقول أنا الوحيد لوالدي كتب الوالد الأموال كل لها بإسمي لما توفيت الوالدة كانت متزوجة وبالنسبة لموضوع التركة يقول هل ما كتب بإسمي لزوجها الثاني الحق في شيء منه الجواب لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك يا حماد أنا اللي فهمت منك يا حماد أن والدك كتب الأملاك كلها و الأموال باسمك أنت باسمك أنت هذا خلاص يعني هذه هبة مقبوضة في الحياة و ليس لأحد الحق أبدا أنه يتدخل فيها خلاص مدام ملكتها في حياة الوالد الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك توفيت في حياة توفيت بعد والدك و خلفتك أنت و زوج أنت و زوج الزوج الزوج له الربع عفوا أنت قبل قليل كانني ما أدري أنا فهمت أنك قلت النصف الزوج له الربع فقط لكون والدتك عندها فرع وارث هو أنت فيأخذ الزوج الربع فقط تعطيه ربع ما تخلفت الوالد و الباقي لك أنت تنفرد فيه ما أحد يشارك في هذا بارك الله فيك قضية ما تملكه أنت ليس للزوج الثاني الحق أنه يتدخل في هذا أبدا هذا ملك لك بارك الله فيك حق الزوج الثاني فقط في الربع مما خلفته الوالد اللي أنت بعت ذهبها و كذا و أعطيت حصة وهي الربع و الباقي لك عبد الله بن أبوظبي يسأل يقول ما حكم قص الأظافر في المساء عبد الله بارك الله فيك يجوزوا قص الأظافر في الصباح و المساء و في الضحى و قبل الصلاة و بعد الصلاة و يوم الجمعة و الخميس و بقية أيام الأسبوع ما عندنا نص على أنه والله لا تقصون أظافركم بالليل لا تقصون أظافركم بالصباح لا تقصون أظافركم يوم الجمعة لا تقصون ما عندنا شيء أبد كل واحد يقول والله ممنوع قص الأظافر في الوقت الفلاني هذا ليس عليه دليل و ليس عليه نص ما عندنا دليل و لذلك الإنسان يقص أظافر في أي وقت و في أي زمان و في أي مكان و على أي حال بارك الله فيك عبد الله يسأل يقول بالنسبة للخير و الشر مقدر و مكتوب و كيف الإنسان يعني يرضى خاصة فيما يتعلق بمسائل البيع و الشرى و غير ذلك عبد الله بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا من أصول الإيمان اللي ما يصح إسلام شخص إلا بها الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة اللي ما يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر خيره و شره حلوه و مره من الله سبحانه و تعالى و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم حينما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره و الله جل وعلا يقول و خلق كل شيء فقدره تقديرا قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى مصطنعتك لنفسي و لذلك كل شيء يا عبد الله كل شيء بقدر و القدر له مراتب أول هو العلم فالله جل وعلا يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف سيكون الأمر الثاني الكتابة فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف عام كل شيء مكتوب الأمر الثالث المشيئة فما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن الأمر الرابع الخلق و الله خالق كل شيء العرش فما دون مخلوق كل شيء مخلوق والله هو الخالق سبحانه و تعالى و لذلك الله عز و جل استحقوا اسم العليم جل وعلا قبل أن يخلق هذه المخلوقات فهو عليم سبحانه و تعالى و لذلك ربنا جل وعلا حينما قدر مقادير هذه الأشياء لأنه العليم و العلام سبحانه و تعالى و كتبها جل وعلا و شاءها و لذلك خلق كل شيء فكل شيء مكتوب يا عبد الله بارك الله فيك كل شيء مكتوب الخير و الشر و السلم و الحرب و الصحة و المرض و السفر و الإقامة و الرضا و الغضب و العقم و الولادة و كل شيء مكتوب و لذلك المؤمن من أسعد الناس و من أرضى الناس كيف لا يرضى و يعلم بأن الله تعالى قدر هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات و الأرض و بعدين بالنسبة لما يتعرض له الإنسان في حياتي من خسارة من مرض و من كذا الشر ليس في أصل القدر و إنما في المفعولات الشر ليس في أصل القدر فيما قدره الله و إنما في المفعولات و هذه الأشياء اللي يشوف الإنسان شر ما يدر الإنسان قد يكون فيها خير و الله جل أو عنه يقل و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون كثير من الناس عبد الله بارك الله فيك يعني دخل فيه تجارة زين ثم خسر يقول الحمد لله يرضى عن الله عز وجل هذا هو الرضا عنه لماذا لأن الله أعلم لو استمر يمكن حتى ينحرف عن دين الإسلام ومكن يبدأ يمنع الزكاة مثل المنافق ذاك ويممكن أن يقول إنما أوتيت على علم عندي مثل قارون ويممكن يطغى و العياذ بالله كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى فلا يكره الإنسان كثير من الناس الآن حتفه و ضياعه وتلفه يكون في هذا السعي المحموم وهذا الطلب اللي ليس له ضوابط و ربما يكون هلاكه في هذا الشيء ذلك المؤمن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني المؤمن ما بين شكر و صبر يعيش ما بين شكر و صبر و يعلم المؤمن دائما أن كل ما يحصل له في حياة إنما بقدر الله و أن الله عز وجل قد يبتلي الصالح و انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا و قد ابتلي بلاء عظيما و أعظمهم بلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم أعظمهم بلاء و لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل و بعدين في مسألة و هذه يا عبد الله و إخواني و أخواتي يشاهدوني أغلب الناس إذا سألت أنت راضي عن ربك يقول الحمد لله اللهم لك الحمد لكن الاختبار وين متى الاختبار إذا خسر في التجارة إذا أصابه مرض إذا فقد حبيب إذا فاته مصلحة هنا ينقسم الناس إلى قسمين فالمؤمن يقول اللهم لك الحمد راضي عن الله لأن الله أراد بي خير أما اللي يعبد الله على حرف اللي وقت الرخى يقول الله أنا راضي عن الله يمتحن فيختبر في هذا الموقف فيسقط و العياذ بالله و ينهزم و يأخذه الشيطان ليش لأنه يبدو يقول ليش يا رب كأنه يحاكم الله عز و جل و يحاسب ربه سبحانه و تعالى يقول ايش عملت يا رب أنا حتى تبتليني نسأل الله العافية و السلامة و ليش يا رب كذا و لماذا كذا كأنه يحاكم ربه تعالى الله تعالى الله عما يفعلون و يقولون علوا كبيرا و لذلك المؤمن يقول الحمد لله لك الحمد اللهم لك الحمد ما اختاره الله هو الخير ما اختاره الله هو الخير و لذلك القناعة هذه درجة و مرتبة ما يبلغها إلا الذين فعلا أشربوا عقيدة الإيمان بالقدر و الرضا بالقضاء و الاستسلام للمولى سبحانه و تعالى هؤلاء هم الذين رزقهم الله القناعة قال النبي عليه الصلاة و السلام و اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس كم من إنسان اتجه إلى جهة يريد منها مثلا طموح إليها يطمح إليها فصرف عنها فأبدله الله خيرا منها أبدله الله خيرا منها و هذه سبحان الله أغلب الناس على هذا حتى في قضاء الأمر الحياتي يقول لا أنا طموحي كذا فيصرف عنه و صرف الله له خير صرف الله عز وجل له خير أسأل الله تعالى أن يبصرنا و إياكم أم خليفة من أبو ظبي تقول بأن الوالدة راحت للدكتور و شاف شعرها و هي الآن مرة خائفة ما حكم ذلك أم خليفة بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة و أقول لي لما عليها شيء إن شاء الله و أسأل الله عز وجل أن يستر عليها و يستر على جميع المسلمين ما عندها إلا العافر مادام أنها ما تعمدت و الطبيب حيانا قد يحتاج أن ينظر إلى موضع مثلا من جسم المرأة للضرورة و لي لما عليها شيء و لله الحمد و المنه أم خليفة تقول يعني فاتتني صلاة الفجر و أخرتها لكن جتني الدورة بعد ذلك هل أقضيها نعم يا أم خليفة بارك الله فيك أي امرأة دخل الوقت عليها و كانت طاهر في هذا الوقت ثم نزلت عليها الدورة سواء أخرت الصلاة أو لم تؤخرها بعدما تغتسل مباشرة تصلي هذه الصلاة تقضيها بارك الله فيك أم خليفة تسأل عن التسمية عند الوضوء واجبة أم سنة أم خليفة بارك الله فيك التسمية في بداية الوضوء سنة مستحبة و ليس فريضة واجبة سنة مستحبة يعني تقولين بسم الله فقط ما تقولين بسم الله رحمن رحيم تقولين بسم الله وتتوضين أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أصلي سنة الوضوء ثم أصلي ما بين المغرب و العشاء وبعد الفجر بعد عشر دقائق من صلاة الفجر أصلي وبعد العشاء أوتر تقول يعني هل هذا الترتيب صحيح أم محمد بارك الله فيك و زادك الله و حرصا صحيح إلا حاجة وحدة بس صحيح إلا حاجة وحدة بس بعد الفجر يا أم محمد ما في صلاة كيف تتنفلي النبي صلى الله عليه و سلم نهى نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطرع الشمس و نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فما تصلي أن تطوع مطلق و نفل مطلق بارك الله فيك بعد الفجر و بعد العصر لكن لو فاتتك سنة الفجر القبلية مثلا نسيتيها و إلا فاتتك ممكن تصلينا بعد الصلاة قضاء أما قضية أنك تتنفلي لا ما تتنفلي أما سنة الوضوء المستحبة الحمد لله هذه طيبة ورد فيها أحاديث ما بين المغرب و العشاء تصلي ما شئتي ورد أن النبي عليه الصلاة و سلم كان يحيي ما بين العشاءين و تصلي بعد العشاء أربع ركعات و بعدين تأخرين و تر إلى آخر لكل هذا طيب بارك الله فيك أم محمد تقول دعيت على نفسي قلت لابني كان مركب سماعه و قلت قوم ودي والدك لأن المؤذن أذن يقول ما سمعني فقلت أنا إن شاء الله أكسر الجوال و إذا ما كسرته الله يسلط عليه تقول هل هذا الدعاء؟ نعم هذا الدعاء يا أم محمد الله يرضى عليك و بارك فيك استغفر الله قل اللهم إني أستغفرك و أتوب إليك اللهم لا تستجب هذا الدعاء الذي دعوته على نفسي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم و لا على أولادكم و لا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة استجيبوا الله بها الدعاء فهنا يحصل الكادث فاستغفر الله قل يا اللهم ارفع عني البلاء اللهم لا تستجب دعوتي على نفسي و احذري مرة ثانية أم محمد ناصر من أبو ضبي يقول واحد من كبار السن كان عنده وداع في البن قديما و يقول للأسف يعني ما كان فيه مصارف إسلامية و كان يعزل الربا يقول أعطاها مرة للحارس اللي على الباب لما تخلص منها ما حكم هذا المال الذي أخذه الحارس بالنسبة للحارس المال الذي أخذه لا شيء عليه لا شيء عليه لأن الحرام ما يتعدى ذمتين و هذا من باب التخلص و يجوز التخلص من هذه الفوائد الربوية على فقير أو على مسكين مثلا و خاصة إذا كان محتاج ما فيه بأس بالنسبة للحارس كم باقي أبو علي بارك الله فيه من العيل لأن الحديث الذي ذكره يحتاج شرح و لذلك أنا سألت عن الوقت أبو علي و شرائك أخليه بكرة الحديث في أول برنامج أشرح لك لأنه يحتاج إلى شرح موسع و أروح لمحمد محمد تقول بأنها و أيضا محمد و الله مشكلتها كبيرة لا لا خليني أجيب أبو علي أبو علي بارك الله فيك هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام قال و إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أخي الفاضل جاءت روايات صحيحة تفسر المعنى و إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه و بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه و بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله العافية و السلام أو العكس أيضا الجنة و لذلك الفاضل هذا فيما يبدو للناس و أيضا هذا و العياذ بالله قد بعض الناس الآن طوال حياته على خير ثم يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب يبحث عن الفتن مثل إيش الآن بعض الناس الله معاه فيه ممكن عمره أربعين خمسين ستين سنة معاه فيه ربي على إسلام و إيمان و تقوى و ما شاء الله صلاة و قرآن و ذكر و يروح يفتن نفسه بيتتبع بعض المقاطع اللي تلبس على الإنسان دينه اللي تشكك الإنسان في دينه يقول لا بشوف المناظرات هذه بشوف كلام الآخرين ثم والعيد بلا تعلق في نفسه شبهه ربما يفتن في آخر عمره و في آخر حياته نسأل الله العافية و السلام و في ناس حياته على الشرك ثم يفتح الله عز وجل عليه يهديه ربي على يد رجل أو امرأة مثل ما نشوف بعض الحيان يسلمون و سبحان الله يعني يعيش سنة أو أقل و ينتقل إلى ربه و يكون قد ختم له ختم له بخير أم محمد بارك الله فيك إن شاء الله غدا في أول برنامج يعني أوجه لك نصيحة و مضطر إني أوجه أيضا نصيحة لأولادك مضطر أنت تقوليني أبغى نصيحة لي بأعطيك نصيحة إن شاء الله ولكن أولادك لازم يسمعون كلامي لازم يسمعون الكلام مو بكلامي أنا كلامي اللي أقوله أنا قال الله و قال الرسول صلى الله عليه و رسلم و ربما يستفيد غير أولادك ممن يشاهدنا في العالم انتهت وقت البرنامج بقي فقط أمم محمد إن شاء الله و عدتها غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالها و أيضا أعطيها نصيحة ألتقيكم بخير غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله